لحاجة ثانية الشرق الأوسط هو بتكلم جريدة الشرق الأوسط الدولية عن تصريحات على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتكلم عن أن أزمة قطر مسألة صغيرة في أجندة مباحثات ولي العهد في واشنطن هما الحقيقة يعني خلاص بدأت قطر أنت كدولة مارقة أو دولة خارجة دولة أصابها الشذوذ السياسي والدبلوماسي خلاص هي بقت شز عن الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي أن الناس بتتعامل مع بعض الناس في علاقات دبلوماسية دول الجيران أنت بيكون لك طبيعة تعامل معها مختلفة الثقافة العربية والخليجية ومجلس التعامل الخليجي كل الوحدة اللي كانت فيها دي قطر بتصرفاتها وسياستها المريبة والعجيبة والشزة وصلت لأنها أصبحت من بعد ما كانت قضية والناس عايزة مهتمة أنها تصلح الأمور بصدت أنها بقت أزمة صغيرة وملف صغير سقط من تاريخ الأمة العربية وسقط من السياسة العربية الحكيمة وسقط من الدبلوماسية العربية فدي كان خبر في الشرق الأوسط كده خلصنا مع حضراتكم الصحافة المصرية والعالمية العالمية